أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالي والاقتصاد الوطني على الدور الهام لصندوق احتياطي الأجيال القادمة في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وقال معالي إن الصندوق سيوصل أداء مهامه بالتوازن المطلوب لتحقيق استدامة وتنمية الأصول والاستقرار والنمو المالي من خلال إدارة المخاطر والمحافظة على تنويع المحفظة الاستثمارية وتنميتها وفي هذا السياق علن صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن النتائج المالية للسنة المالية المتهية في 31 ديسمبر 2020 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث أظهرت البيانات المالية استمرار صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تحقيق النمو المستدام في الإرادات والعوائد في بيئة اقتصادية غير مسبوقة إذ نجح الصندوق من إنهاء السنة المالية 2020 بنتائج إيجابية وذلك بتسجيل إجمالي أرباح ودخل شامل آخر بقيمة 43 مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي وتحقيق عائد سنوي على متوسط الاستثمارات بنسبة 6.83% وتسجيل إجمالي أصول تحت الإدارة بقيمة 520 مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي الأمر الذي يؤكد على مدى كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية المعتمدة ورغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في العام 2020 وتدني أسعار النفط فقد حقق صندوق احتياطي الأجيال القادمة أداء استثنائيا وإنجازا آخر يضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات منذ نشأته في يوليو 2006 وأكد صندوق احتياطي الأجيال القادمة أنه خلال المرحلة القادمة سترتكز الأولويات الاستراتيجية للصندوق على الاستمرار في بناء المرونة وخلق التوازن في المحفظة إذ سيواصل المجلس جهوده في تحويل التحديات إلى فرص بما يحقق مزيدا من الإنجازات والتطلعات المنشودة لصالح مستقبل الأجيال القادمة